بيان آخر لمجلس الأمن حول مدينة الحديدة البيان الذي صدر بإجمع أعضاء المجلس طالب طرفي القتال في الحديدة بسحف قواتهما بأسرع وقت ممكن دون أن يلجأ للتلويح باتخاذ إجراءات عقابية ضد المعرقل الذي بات معروفا لدى المنظمة الدولية بيان مجلس الأمن لم يحمل جديدا أكثر من كونه عبر عن القلق البالغ من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في ستوك هولم لم يتم تنفيذه بعد مشددا على أنه سيراقب التزام الأطراف بخطة إعادة الانتشار بانتظار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يحدد فيهما إذا كانت هذه الأطراف تتمسك بالتزاماتها أم لا وفيما حذر أعضاء مجلس الأمن من أن استمرار العنف يهدد بتقويض وقف إطلاق النار في الحديدة أبقى هؤلاء الأعضاء على مستوى دعمهم للمبعوث الأممي ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المدينة ورحبوا بجهودهم الدؤوبة لدعم تنفيذ اتفاق السوك هولم وفي الآن ذاته طالب أعضاء المجلس الحكومة اليمنية والحوتيين بالمشاركة البناء مع المبعوث الأممي للإسراع بالاتفاق على المرحلة الثانية من إعادة نشر القوات ضمن المرحلة الثانية من عملية إعادة الانتشار وأكدوا من جديد التزامهم برصد امتثال الأطراف لخطط إعادة التوزيع وكان لافتاً ترحيب مجلس الأمن باتفاق الحكومة اليمنية والحوتيين على ما أسماه مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق الحديدة والذي لم يقترب بموجبه الطرفان من التنفيذ المفترض لهذه المرحلة المؤجلة منذ أربعة أشهر واكتفى البيان بالإشارة إلى ما أسماها العوائق البيروقراطية التي ما تزال تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية في الحديدة وهي إشارة تنصرف إلى العراقل التي يفرضها الحوتيون وتحول دون وصول فرق الأمم المتحدة إلى المواقع المستهدفة وفي مقدمتها مخازن الغلال ويأتي هذا البيان بعد يومين من الإحاطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث والتي أوضح فيها أن الحكومة والمتمردين الحوتيين وافقوا على التفاصيل العملية لأول انسحاب طال انتظاره في الحديدة على نحو دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن البيان إنما يعكس رغبة المبعوث الأممي الذي يلتقى الرئيس هادف الرياض رفقة كبير المراقبين الدوليين في الحديدة في دفع المجتمع الدولي إلى مساعدته في احتواء الموقف المتدهوري في الحديدة إثر تعثر الاتفاق وتجدد الاشتباكات ما يهدد مستقبل الدور الأممي في اليمن وبالأخص غريفث الذي لم يقر حتى الآن بفشل جهوده على كافة المستويات